والاهتمام بالأثار المصرية برضو مسألة قديمة عندنا الأمير خاع مواس اللي هو ابن الملك رمسيس الثاني كان بيرمم الأثار بتاع أجداد يعني عملها في الهرم بتاع أناس أو ونيس في سقارة عملها في أثار تانية كتير جدا وتبص النوع كاتب إن ده تم ترميم الأثر فلاني وينسب الأثر لصحبه فده في معرفة إن الفرعون ده الأمير ده الفرعوني عارف وعارف آه تاريخ إن الأثر ده ينسب للملك الفلان وده طبعا تقديس من الأجيال اللاحقة للأسلاف يعني سواء ملوك في الدولة الأديمة أو غيرها فده شيء مهم جدا ويعد خاع مواس ده أول مرمم في التاريخ الأمير خاع مواس ابن الملك رمسيس الثاني أول شخص يدرك آه آه الترميم الحفاظ على أثار أجداده تراص الأجيال آه وعمل حبا في هؤلاء الأجداد وكان منها ترميم أبو الهول آه طبعا من ضمنها حكا كتير جدا بس هو المهم في الموضوع بشكل عشواء بالعكس عارفين بعد ألف سنة والله أكتر أن الأسر ده بناء الملك الفلاني